لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل إذا ما نقبل بعقل إذا يرد بعقل إذا ينكر بعقل إذا يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المساق أعزائي المشاهدين أنا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل والنهاردة هنتكلم عن تلخيص لكل الصفات الخبرية اللي عملناها على مدار حلقات كتير عنوان الحلقة النهاردة هيكون الإله المجهول لابن حجر والنهاردة هلخص كل الصفات الخبرية بس مش هذكر تقريبا المراجع يعني اللي عايز المراجع ممكن يرجع للحلقات اللي فاتت أنا هشرح بس كل اللي حصل في الحلقات اللي فاتت هذكر بس أول مرجع اللي هو مجموعة فتاوي ابن تيمية كتاب العقيدة باب الأسماء والصفات وباقي المرجع يكون قدامكم اللي هو بيتكلم فيه عن الأشعارة مين هما الأشعارة الأشعارة الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جاب ريه في باب القدر أما فيه الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيه ابنهم من أتجاههم وإحنا طبعا عرفنا من خلال الحلقات اللي فاتت إن ابن حجر اتكلم عن الجهمية وقال عليهم أن هما إيه مبتدعة ده اعتراف ابن حجر بنفسه إزاي ابن حجر خد من عقيدة الجهمية وتكلم عن الصفات الخبرية لأله صفات الخبرية اللي الله أخبرنا بها عن نفسه إنه عنده صورة وعنده واكه ويده وقدم وقيده وأصابع وكل دي الصفات الخبرية إزاي ابن حجر أولها وكأن كده زي ما أنا أوصف لكم أقول لكم مثلا أوصفوا لي الشجرة فأنتوا تقولوا لي الشجرة ما في عندهاش سيق ومعندهاش ورق ومعندهاش تمر ومعندهاش جزر وما بتشربش وما بتشربش المية يعني في الآخر بتقولوا لي إيه يعني بتقولوا لي ما فيش شجرة فأنا لما أشوف إن الجهمية بينفو كل الصفات الخبرية عن الله يعني كأن إيه ما فيش إله فأول حاجة إحنا هنتكلمنا عنها أنا هعمل ملخص للحلقة اللي فاتت السورة والسورة إن الله له سورة وفي حديث للرسول قال إن قالوا له يا رسول الله يعني هل نرى ربنا فرح قال طبعا أنتوا زي ما شايفين الشمس زي ما شايفين الأمر هتشوفوا الله لكن في الآخر يعني بعد ما أتكلم كتير قال إن الله هيجي لهم في سورة غير السورة اللي هم يعرفوا بيها يعني الله هيجي للمسلمين في سورة هم مش عارفينها فأنا برضو ده السؤال أنا بطرحه يعني أنتوا شفتوا ربنا فين قبل كده هيجي لهم في سورة غير السورة التي يعرفون فيقول لهم أنا ربكم فيروحوا يقولوا له نعوذوا بالله منك هذا ما كان أنا حتى يأتينا ربنا ابن حجر راح أعمل إيه في الموضوع ده ابن حجر قال ده هيجي لهم ملك الله هيجي لهم عن طريق الملك أو الله هيغط سورة ملك أو هيخلي ملك يروح لهم ويقول لهم أنا الله فلما يشوفوا عليه إن ده سمة المخلوقين يعني ده ملك فهيقولوله نعوذوا بالله منك فبعدين ده طبعا أول ما جات بسورة الإثبات يعني بالنفي يعني ده مش الله يعني هو راح إيه قال ده مش الله ورح نفيها تاني مرة راح جالهم بالإثبات يعني قال لهم أنا الله فرح يأتيهم الله في السورة التي يعرفون فرح ابن حجر عمل إيه في السورة التانية راح ابن حجر أولها وقال السورة التانية دي صفة وصفة وبعد ما قال إن دي صفة طبعا إحنا استعرضنا إن حديث كتير جدا ده مش الحديث الوحيد اللي ابن حجر أول السورة إن هي صفة يبقى لما صورة الله جات بالنفي لما المسلمين قالوا لا إحنا مش عارفين يعني نعوزوا بالله منك راح نفاها وقال ده ملك هو اللي جالهم لما جات بالإثبات راح أولها وقال ده صفة والشيخ البراك وأنا بعتذر طبعا بقول الشيخ البراك هي البراك بس أنا متعودة أقوله كده لكن الشيخ البراك يعني قال إن ده مسهب الجهمية وما انتبعهم من المعتزلة والأشعارة يبقى ابن حجر أنت مسهبك إيه مسهب الجهمية يعني أعظم واحد بيشرح البخاري أصلا جهمية بعد كده اتكلمنا عن وقها الله وطبعا ابن حجر أول وقها الله ورح مرة أوله قال إن وقها الله ده مرة السواب ومرة أول وقها الله إنه قال الإخلاص وطبعا السواب والإخلاص دول مخلوقين السواب والإخلاص رد يعني ابن حجر أول كده سواب وإخلاص ورح طبعا أهل السنة ردوا عليه وانا الكلام ده قلت بالمراجع حلق اللي فيها وقها الله قال مش ممكن يكون السواب والإخلاص لإن كده يبقى المعنى إيه يبقى سواب وربك أو كل شيء هالك إلا السواب وطبعا ده هيكون مخالف لظاهر الكرآن والسنة إنت كده كأن دي آيات تشابهت عليه ودي كأنها آيات متشابهة وتشابهت عليه ورح هو قال إيه رح أولها وقال كده ورح شال واجه الله وحط السواب أو الإخلاص مكانها وكأن كده بيقول مثلا ويبقى واجه ربك زو الجلال والإكرام وطبعا في الرسالة التدميرية رحوا ردوا عليه ومنهم الإبام أحمد وغيره وقالوا له إن أنت كده ده كلام الجهبية وإنت كده بتحرف الكلم عن موضوعه وإنت كده بتأول ما تشابه عليك من الكرآن بعدين اتكلمنا عن الأذن هل الله له أذن فطبعا أهل السنة قالوا لا إحنا ما نقدرش نسبت ولا ننفيه لكن الله يستمع يا الله يسمع وهو استشهد بقول الكرطبي ابن حجر استشهد بقول الكرطبي ورح شرح الأذن ورح قال إن الأذن هي الأذن بفتحتين وإن المستمع بيميل بأذنه عشان يسمع وقال كده إن المعنى ده لا يراد به ظاهره يعني وده على سبيل التواصل على مجرى وده كده حاجة يعني يأولها علشان الله كده كأنه يعني بيكرم المخلوق يعني اللي قدامه لكن الشيخ البراك قال لا الاستماع الله يسمع حقيقة يعني حقيقة إن الله يسمع وأهل السنة وجامعة بيثبتوا إن الله بفعلا بيسمع ولكن وقفوا طبعا زي ما قلت لكم على إثبات الأذن لا أثبتوها ولا نفوها بعد الأذن شفنا العين هل الله له عين وطبعا هو قال استشهد بقوله إيه والتصنع على عيني وبعدين رح قال إيه وكمان تجربوا أعيننا فقال رح الجهي أول بقى العين رح قال إيه بعلمنا أو كمان بحفظي يعني أول العين بالعلم وأول العين بالحفظ وما قالش بسا برؤيتنا ولا كده لأ هو عنده لأن العين لازم بتاعها الرؤية فرح قال لأ إحنا أين أولها وقال ده كده تأويل والله ما عندوش عين جارحة وطبعا ردوا عليه وقالوا له إيه أنت بتعطل الصفات دي ده مذهب الجهمية وأن أنت تاخد العين على سبيل المجاز وبتأولها بمقتدى لغوي أنت جهمي بمنطقة الصراحة وأنت بتاخد مذهب الجهمية كده أو أعتقاد الجهمية اليد اليد إحنا تكلمنا أن ابن حجر رح أول اليد وقال إيه أن هي القدرة وطبعا ده تأويل يعني يد الله فوق أيديهم ده كرآن طبعا برضو ده تأويل وتحريف الشيخ البراك برضو رح رد عليه وقال له أنت بتنفي الصفات وبتنفي أن الله عنده يدين وطبعا أنا تكلمت في الحلقة دي إزاي الله خلق بإيديه الاتنين وأن ساعتها يعني إبليس أحسن من ابن حجر ويعرف أن الله عنده يدين وطبعا ده تأويل باطل ومبني على باطل وممكن ترجع للحلقة وفيها كانت مفاجآت كتير عن يد الله بعد الإيد طبعا لأن في إيد بيكون في أصابع والأصابع طبعا طالما ابن حجر أنكر الإيد يبقى بينكر الأصابع هل الله عنده أصابع بعدين ذكرنا في سورة الزمر باب قوله وما قدر والله حق قدره وأنا قارتها قبل كده بقراية بقراية حسن البصري لكن النهاردة بقراها بقراية ورشة وحفص قدر والله حق قدره وده بمنتهى البساطة واحد يهودي راح لمحمد وقال له يا محمد أن الله السماوات على الأصبع والأرض على الأصبع والشجر على الأصبع والماء على الأصبع وسائر الخلائق على الأصبع راح الرسول عمل إيه راح ضحك وحتى يعني صدق والحديث بيقول أنه صدق على كلام اليهودي راح ابن حجر قال لا في الشرح طبعا للحديث راح قال إحنا نكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيح يعني إيه الكلام ده وقال كمان أن ده من تخليط اليهودي طب يعني إيه نكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيح يعني أهل السنة دول مشبهة لما هو ينزه لما هو ينزه ويبقى صنة إيه بتشبه ويكف عن التأويل وقال إن ده مش فعقادة المسلمين خالص وإن ده من تخليط اليهودي وكأن الرسول سمع كلام اليهودي وكأن الرسول يعني بياخد تحريف اليهود وكأن ابن حجر بسعن بيفهم أكتر من رسول الإسلام وأكتر من البخاري وأكتر من الصحابة وقال إن ده تحريف اليهود وإزاي طبعا ابن حجر يعني هتفهم أنت هتفهم أحسن من البخاري هتفهم أحسن من الصحابة وهتفهم أحسن كمان من الرسول اللي وافق على كلمة اليهودي في موضوع الأصابع وطبعا أهل السنة أثبتوا إن لله أصابع بعد كده تكلمنا عن القدم وقال طبعا في حديثين أول حديث إن الله يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط وفي حديث آخر إن الله يضع رجله حتى برضو إن هي إيه تقول قط قط طيب وطبعا ابن حجر راح أول القدم وقال إن إحنا ممكن أول القدم كده وقال الفرط السابق أول المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين وأول القدم ومرضيش فعلا يثبت إن لله قدم وطبعا الكلام ده برضو رد عليه رد عليه الشيخ البراق وحلق الكاملة يعني بيردوا فيها عليه وقال تأويل القدم وكل ده من أقوال مخالفة لظهر الحديث وطبعا وإن الله فعلا له قدم حقيقية وليه عينان حقيقيتان وليه واجهه وطبعا اللي بيقول كده ده مسحب المعطلة من الجهمية ومن تبعهم في تعطيل الصفات كلها أو بعضها وبعد كده أثبتنا إن ابن حجر من خلال كل ده إن هو فعلا بالحقيقة جهمي يبقى ملخص الحلقة بتاعت النهاردة إن ابن حجر فعلا جهمي أعتقاده جهمي نفى عن الله الصورة الوجه العين الأذن أو الاستماع اليد الصوابع الساق وكل ده يعني في الآخر بيقول لنا إيه بيقول لنا إنه مفيش إله لأنه نفى كل الصفات الخبرية اللي الله أخبرنا عنها من خلال سواء الكرآن أو الحديث وتبعوني الحلقة الجاية عشان نتابع مع بعض كمان كلام مهم عن ابن حجر وإزاي عقدته فعلا هي العقدة الجهمية وألتقي بكم الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أتمن أقبل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر